يا هلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اهلا وسهلا بكم في سلسلة اشياء كثيرة واللي راح نتكلم فيها عن اشياء كثيرة عن مخرج او كاتب معين احنا نختاره شوفوا سلسلة اشياء كثيرة هي مشابهة لسلسلة القصة ولكن بدل ما نتكلم يعني عن المخرج كذا بتفاصيل كثيرة لأ نتكلم عنه في نقاط عارفين يعني زي حركة ما لا تعرفونه عن مدريش وحقائق عن مدريش عارفين بس ايش بطريقتي وسلوبي الخاص وبطلنا لهذا اليوم اللي راح نبدأ فيه هذه السلسلة راح يكون المخرج الدموي والعنيف جدا وسريع الغضب وسريع الاشتعال واللي مرة ما يهمه احد تطز في العالم كله اهم شي افكاري يوجيهها للعالم كوينتين جيروم تارنتينو او كوينتين تارنتينو او بس تارنتينو تارنتينو احسن كاتب جريء جدا ولس محترف في سرقة الافكار من الافلام القديمة واعادة توظيفها في افلامه مخرج غير اعتيادي واعماله اشهر من نار على عالم بالرغم من انها جدا محدودة مخرج دموي وعنيف وتميزت افلامه بانها افلام غير قابلة للتنبؤ ودائما ما تبدأ بخطة وتنتهي الخطة هذه بشكل مرعب ترك المدرسة وساحب على الجامعة علشان يدخل في مجال السينما والتلفزيون بمعنى انه ما درس الاخراج ولا تعلم كيف يكتب قصص ولكنه تعلم صناعة الافلام وكتابتها عن طريق مشاهدة الافلام فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن اشياء كثيرة للمخرج كوينتين جيروم تارنتينو عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة تبغوا انت تعلموا لغة انجليزية صح؟ اكيد كلكم تبغوا تتعلموا لغة انجليزية سواء تتعلموها من الصفر او حتى حابين تطوروا انفسكم وممكن بعضكم يبغى يتعلم تصميم الجرافيكس او الموشن جرافيكس وممكن بعضكم يبغى يتعلم الرسم ياب ترى الرسم مشرط تكون موهوب رسم تقدر تتعلم الرسم من الصفر اذا انت تبغى تتعلم وممكن بعضكم يبغى يتعلم البرمجة بعضكم يبغى يتعلم ادارة المحتوى وصناعة المحتوى بعضكم يبغى يتعلم على البرمجة والتسوير ايه تخيل معايا عزيزي الوجيه بالله تخيل كل الأشياء اللي قلتها تصميم راسم مدري إيش كل الأشياء اللي قلتها ذي أول كلها موجودة داخل منصة اسمها ينفع أكيد بعضكم بيقولت آه واجهي تدريب وإذا بتعلم بدخل اليوتيوب بكت باي شيء وبخش أتعلم على طول مليانة اليوتيوب أوكي أتفق معاك راح تتعلم من اليوتيوب بس الحلو هنا أنه ينفع عندهم جودة عالية جدا في تقديم الكورسات وإخراجها صوتيا وبصريا مو بس كذا يعني غير أنك بتشوف فيديو مريح ومرتب وأنيق ومخرج وكذا ومنتجينه بشكل مرتب كمان راح تتعلم من ناس فاهمة وعارفة إيش هو شغلها يعني ما راح تتعلم من واحد هاوي لا شخص متمكن من الشغل اللي هو قاعد يعلمك إياها وبأعلى جودة ومن أي مكان وفي أي زمان 24 ساعة سواء كنت هنا ولا في الهند ولا في السنت ولا في القطبة المتجمد معاك جوالك معاك لابتوبك معاك جهازك راح تقدر تحضر دوراتك وكورساتك من دون أي مشاكل الدورات الموجودة داخل منصة ينفع حوالي 90 دورة تدريبية في شتى ومختلف المجالات هيا تخيل كورسات في التصميم والرسم والموشن جرافيك والبرمجة والتسويق وكتابة المحتوى ولمدة سنة كاملة تخيل كذا سنة كاملة تدخل داخل منصة ينفع تبحر تتعلم رسم تتعلم تصميم تتعلم اللي تبغاه سنة كاملة بكم بالله يقول لي بكم ب350 ريال سعودي سنة كاملة ياب ب350 ريال وهذا عرض الحق ما تلحق ولما تخلص أي كورس راح تحصل على شهادة معتمدة من المنصة وأزيدكم من الشعر بيت إذا سجلتوا عن طريق الرابط الموجود في الوصف تبعي تبع الوجيه بيكون لكم الأحقي أنكم تجددون اشتراككم لاحقا بنفس السعر ومش بس كده إذا سجلت راح يجيكم رصيد في جوجل أدس أو إعلانات جوجل بمبلغ 300 ريال سعودي وراح يجيكم كمان رصيد بقيمة 375 دولار أمريكي في حساب سناب شات كل اللي عليكم إنكم تدخلوا على الرابط الموجود في الوصف وتسجلوا تشتركوا وبعدها راسلوهم عبر الإيميل الموجود في الوصف وراح يشرحوا لكم كيف تستلموا الفلوس هذه أو كيف تستفيدوا منها في إعلانات جوجل وإعلانات سناب شات وأخيرا هذا العرض يا جماعة للسعودية ولجميع الدول الخليجة غايق ليزا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير يلا بينا على تارنتينو كوانتين جيروم تارنتينو وهو من مواليد شهر مارس سنة 1963 أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو 58 سنة وينحدر تارنتينو من أصول إيطالية وإرلندية وكذلك عنده أصول من قبائل الهنود الحمر من طرف والدته أمه وأبوه انفصلوا لما كان تارنتينو لسه بيبي في بطن أمه ومش بس كده أمه حملت فيه لما كان عمرها فقط 15 سنة والأب تركهم وفقع واضطرت الأم لاحقا إنها تتزوج من شخص ثاني وتكبر وتربي تارنتينو لحاله وقدرت إنها توفر له يعني حياة خلينا نقول متواضعة إلى حد ما لما كان عمر تارنتينو 15 سنة حاول إنه يكتب رواية واقتبسها من بعض أفلام قديمة وروايات قديمة وجمعها كده في رواية واحدة ولكن رجع سحب على الموضوع وحس إنه لا ما يصلح بعدين بعدين بس لاحظوا إنه لما كان عمره 15 سنة فكر يكتب روايات يعني موضوع الكتابة موجود في راسه من يوم كان صغير لأنه من شدة حبه للروايات والقصص الناس لما يعني الأطفال إذا كانوا مرة يعني يبغوا يسرقوا من البقالة ولا بيسرقوا من محلات يسرقوا بيضة كيندر يسرقوا ألعاب يسرقوا الأشياء يعني اللي إيش بتخليهم يستمتعوا وبتضيف لهم شيء في حياتهم الطفولية تارنتينو يوم من الأيام أمه مسكتو هو طفل قاعد يسرق رواية سرق رواية ومسكتو قاعد تعالي أولا ترجع الرواية ما كان طفل يسرق رواية إيش هذا تارنتينو يسرق رواية تحب الرواية تحب القصص وهذه المعلومة تشرح لنا وتفسر لنا الكثير عن عقلية تارنتينو تارنتينو يا جماعة درس إلى أن وصل للمرحلة الثانوية ولكن بعد أولى ثانوي ترك المدرسة للأبد على أمل أنه ممكن يلقى فرصة في مجال السينما والتلفزيون أو في عالم هوليوود بشكل عام ولكن الصدمة أنه بعد ما ترك المدرسة يعني أنت تترك المدرسة توجه ليش لعالم السينما والتلفزيون وهوليوود بتتوظف في وظيفة حوالينا السينما يعني مساعد ممثل مساعد مخرج عامل نظافة جوة مكان تصوير ولكن الصدمة أنه تارنتينو لما ترك المدرسة أول وظيفة حصل عليها في مجال السينما والتلفزيون كانت موظف استقبال في سينما طيب حلو يا وجيهوش اللي يزاعل موظف استقبال في سينما أوكي أنت من تفاهم موظف استقبال في سينما للأفلام الإباحية ياب 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 أنا عارف بداية سبالة بس إيش يسوي يبغى يدخل ذا المجال بيطريقة طبعا بعد فترة يقول تارنتينو يا بوي أحسيت بالطفش إيش أم السينما الرخيصة هذه وما يجوها إلا ناس بؤساء أصلا فتح لهم الباب أدلهم على مكان السينما وأرجع أقعد عند الباب يقول حسيت أني قاعد أضيع وقتي وموهبتي وعمري على غير فائدة فما طول في سينما الأفلام الإباحية إلا وتركها ومشي وبعدها مباشرة توجه وسجل نفسه في مدرسة للتمثيل وبدأ ياخذ دروس في التمثيل وما جلس فترة بسيطة ومشي لا جلس سنتين وهو يتعلم دروس التمثيل وبعد سنتين يعني من دروس التمثيل وقبل ما يتخرج من هذه المدرسة طفش برضه وقال يا بوي بلا تمثيل بلا بطيخ ومشي ولكن ركزوا أنه تعلم التمثيل بل وأنه أتقنوا إلى حد كبير وتعرف على ناس كثير في هذه المدرسة اللي مستقبلا كانوا أصدقاء له في العمل إلى يوما هذا من منتجين وممثلين ثانين ترنتينو يا جماعة وفي المرحلة اللي كان يبحث فيها عن فرص في هوليوود يشتغل لمدة خمس سنوات في محل بيع أشرطة فيديو يب عزيزي الوجيه ترنتينو ما درس الإخراج ولا درس الكتابة ولا عنده أصلا شهادة سينمائية ألبتة شعلت شغفه انفجرت في محل بيع أشرطة الفيديو هذا بل أنه ترنتينو سوى شو في هذاك المحل أو في محل أشرطة الفيديو هذا وصارت سمعة المحل مرة معروفة في المنطقة مو لأن المحل حلو ولا لأن أسعارهم حلوة لا انشهر المحل بسبب ذوق ترنتينو في اختيار الأفلام للناس اللي تجي تشتري من عنده كانوا يدخلون عنده المحل سلام عليكم ترنتينو كيف حالك؟ والله يشوف أنا تعجبني أفلام الأكشن الهادية مع شوية رومانسية وشوية كوميدية كذا غير واضحة يرد عليهم ترنتينو يقول ساي نو مور فيلمك عندي ويختار له فيلم بناء على نفس الاهتمامات يعني كان يقدر يفهم إيش ذوق الناس ويعطيهم أفلام بناء على ذوقهم ومع الوقت إن شهر ترنتينو في هذه الجزئية وكانت الناس تروح له كل يوم يخلصوا الفيلم الأول يرجعوله والله الفيلم اللي اعطيتهني يا مجنون اعطيني فيلم بنفس المواصفات يزبط المظبيط زي الوجيه في سلسلة خارج الصندوق والتوصيات دايما نزبطكم ترنتينو كان يزبطهم بنفس الطريقة وخلال هذه الفترة يعني أنت تخيل أنك تشتغل في محل بيع أشرطة فيديو لمدة خمس سنوات خمس سنوات وانت تشتغل في محل بيع أشرطة فيديو أشرطة فيديو كلها أفلام وأفلام إيش؟ من أوروبا من أمريكا من الهند من السند من آسيا كل دول العالم موجودة في هذا المحل فلكم أن تتخيلوا كمية الأفلام اللي تابعها ترنتينو أثناء عملوا في هذه الوظيفة تابع أفلام إليهنداخ يعني تقريبا لو تروح تسأل ترنتينو عن اسم فيلم تقييم واحد من عشرة ما حد شافه بيقولك يب سينو مور أعرف وممكن يكون عاجبه ترى ترنتينو ذوقه غريب نص الأفلام المفضلة تبعه تقييماتها منخفضة مرة ومعجب فيها جدا سيقولت لكم ترنتينو ما عليه فحد ما عنده مشكلة بيقولك الفيلم المفضل حقي تقييم واحد من عشرة عندك مشكلة هيا سري بل إنه كانت تعجبوا أفلام الاستغلال أو أفلام الاكسبلويتايشن وفي حال أنك ما تعرف إش هي أفلام الاستغلال هي أفلام تجارية بحتة يعني الهدف من صنعها الفلوس بس ودائما الأفلام هذي يستغلون فيها قصص رخيصة جدا إما يجبوا لك مشاهد أكشن كثيرة ومبالغ فيها تدخل الفيلم تلاقي كله تطا 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 دماء وشضايا أكشن كذب ما في قصة ما في إخراج ما في أي شيء أو ممكن تكون أفلام الاستغلال هذه عبارة عن أفلام يعني إيش كلها مشاهد إباحية ومشاهد مدر إيش إغراء وأحيانا تكون كلها مشاهد رعب وقرف وتقطيع شيء مقرف جدا خلاصة الكلام إنه تارنتينو كان معجب بأفلام الاكسبلويتايشن أو أفلام الاستغلال بل إنه جلس فترة وكتب فيلم يعني كانت قصته كذا قصة استغلالية تجارية رخيصة ولكن بعدين بطل ورمى الموضوع في الزبالة وقال لا يا أبو يا إيش اللي أفلام الاستغلال ولكن في 2007 قلت لكم يحب فيلم الاستغلال رجع وسوى فيلم من تصنيف أفلام الاستغلال والإكسبلويتايشن وكان اسمه ديث بروف راح أشفت الفيلم فعلا فيلم استغلال فيلم رخيص مرة مش تارنتينو بس تارنتينو سواك إذا عناد عارفين أنا أحب الأفلام دي حسوي فيلم زيها عندكم مشكلة؟ الله ما عندنا مشكلة يا عمو تارنتينو أنت الكبير راننتينو يا جماعة في بداية وفي عالم السينما يعني لما كان يسوي السيرة الذاتية تبعه كان يكذب يكذب السيفي تبعه كله كذب في كذب تخيلوا أنه في السيفي تبعه وكاتب أنه شارك في فيلم دون أوف ذا ديت سنة 1978 يا ابنحان تشاركت في فيلم دون أوف ذا ديت؟ موح عليكم موح ما شاركت فيه وما عندي لعبنا وكاتب مجموعة أفلام ثانية كثيرة أنه شارك فيها وهو كذاب ما عنده سالفة طبعا ذلك لام في بدايات وفي يوم من اليوم من يعرف كيف انطبقك فشو قالوا لي يا ابوي السيفي حقك المزور هذا ما يمشي علينا سريلة فبعدها استسلم للأمر الواقع وراح يشعد للسيفي تبعه وكتب الحقيقة اشتغلت في محل شرطة فيديو وفي سينما أفلامي باحية وما درست التمثيل إلا سنتين وسحبت فالسيفي حقه كان تعبان شوية بس برضو ما فشل رجع ونجح ترنتينو يا جماعة يكره يتابع مبارايات ابدا يعني انت تبغى ترفع ضغط ترنتينو يقوله تعال بتابع مباراة يمكن يهفك كف يمكن يطلق عليك يمكن يفك عليك جانغو يمكن يفك عليك براد بيت من فيلم انجلوس باستر لا تقوله تعال نتابع مباراة تراه يكره متابعة المبارايات ويشوف انها مضيعة وقت وانها لا تضيف للانسان شيء سوى مضيعة الوقت بل انه يتعجب من الامريكان يقول انا مستغرب كيف الاعداد المهولة هذه روح تحضر مبارايات وضيع وقتها وتتفرج على الناس تقعد تلعب ما استفدت شيء وليقصدوا ترنتينو يا جماعة انه لما تتابع افلام انت تستفيد تتوسع مداركك لكن لما تتابع كورة ايش بتستفيد والله يا جماعة حسيت انه فيه شي مشترك بيني وبين ترنتينو حسيت 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 انه فيه شي مشترك بيننا انا ما حب تابع مبارايات هو ما يحب يتابع مبارايات ترنتينو معمين لما صار عمر ترنتينو 24 سنة كتب اول فيلم واخرجوه بنفسه وكان بعنوان واللي صدر سنة 1987 شوفوا هو كتب ما قصر وحاول يخرج بميزانية جدا ضئيلة بس صراحة الفيلم كان كارثي كارثي من اي ناحية تصوير ابو ريال اخراج ابو ريال جودة صوت ابو ريال كل شي كان سيئ في هذاك الفيلم ولكن ركزوا على ايش بعد لكن وقتها كان عمر 24 سنة وسو وذي الخطوة وفي ذاك الزمن وفي ظروف صعبة ولاحقا بعد 6 سنوات هذا الفيلم كان حجر الاساس لفيلم ثاني اسمه ترو رومانس واللي يعرفون تارنتينو اكيد عارفين هذا الفيلم واحد من اجمل افلام تارنتينو اوكي ماهو من اجملها بس فيلم جيد جدا مرة تبس تارنتينو من فيلم القديم والضعيف هذاك الكثير من الحوارات والمشاهد والافكار وحولها الى فيلم ترو رومانس وكان فيلم كامل متكامل اخراج كويس تصوير كويس كل شي كان تمام وهذا ايش ممكن نسميه عزيزي الوجيه هذا اللي نسميه التعلم من التجارب القديمة تجاربك القديمة خايسة خذ منها دروس وطبقها في الجديد طبقها في مستقبلك لما كان عمر تارنتينو 26 سنة قدر انه يشارك كمساعد منتج لفيلم تمارين رياضية اسمه Maximum Potential للممثل دولف لينجرين نفس السنة هذيك وصلوا عرض للمشاركة في حلقة من مسلسل اسمه The Golden Girl بالفعل وافق على العرض وشارك في هذه الحلقة واخذ فقط 600 دولار يعني كراتب أو كأجر لمشاركته في هذه الحلقة ولحسن حظ تارنتينو الحلقة هذيك اللي شارك فيها جابت تقييمات عالية والجمهور يعني ايش جاءت ردة أفعال عليها حلوة مو بسبب تارنتينو يعني الحلقة بشكل عام كانت حلوة فتم عرض الحلقة أكثر من مرة وبناء على العقد اللي موقع تارنتينو الحلقة اللي شارك فيها إذا تم عرضها أكثر من مرة رح ياخذ مبالغ معينة إلى أن وصل المبلغ اللي أخذوا عن طريق مشاركته في هذه الحلقة إلى 3000 دولار وال3000 دولار هذه خلاها في جيبه في جيبه كده خباها ولاحقا استخدمها في دعم ميزانية فيلمه ريزيفيور دوغز سنة 1992 يقطع أم الصبر أنا لو تحط في جيبي 10 ريال أصروفها هنا أصروفها في المطبخ تارنتينو عنده عادة أنه يكتب أفلامه ويخرجها بنفسه ابتداء من ريزيفيور دوغز فالب فكشن الجزئين الأولى من كيل بيل كلها كتبها وأخرجها بنفسه عدا فيلم جاكي براون اقتبسوا من رواية اسمها رامبانش وهذا واحد من الأشياء اللي تميز فيها تارنتينو وقليل من المخرجين في هوليوود إنهم يكتبون أفلامهم ويخرجونها بنفسهم في 1997 جماعة كان تارنتينو في أحد المطاعم وكان معاه في هذاك المطعم الممثل دون مورفي ما أدري هل هم تقابلوا في المطعم بالصدفة أو هل هم راحوا مع بعض ولكن اللي أعرفه إنه قامت بينهم مضاربة الضاربوا وتارنتينو مسك هذا الممثل ولصقوا في الجدار وأعطاه كم ضربة على وجهه إلين طيحوا على الأرض والممثل دون مورفي على طول راح ورافع قضية على تارنتينو طلب تعويض بمبلغ خمسة مليون دولار تارنتينو واضح إنه ما أحد يمزح معاه واحد زايد واحد ساوي اثنين لا تلفوا للدور ومرة من المرات كان تارنتينو راكب في تكسي مع حبيبته مرة زمان يعني لما كان شباب وقبل ما يصير مشهور أصلا يقول تارنتينو كنت راكب أنا وحبيبتي في تكسي إلا راع التكسي كذا إيش غلط على حبيبتي يعني كانوا يسؤلفوا قام راموا كلمة وغلط عليها واقف التكسي والله إلا وريك واقف التكسي الرجال فعلا ونزل هو تارنتينو ومضاربة وبقص لا تبقص وضرب لا تضرب المهم راع التكسي إش سواء راح عظ تارنتينو هنا مش في الحلمة جنب الحلمة وعظه وقطع له لحمة قطع لحمة كذا بسنانه من صدر تارنتينو تارنتينو يقول لو هذا راع التكسي بس سحب فمه شوية كان عشت بحلمة واحدة طول حياتي ما نعرف إش القصة دي بس والله قال له هو يا أخي وقت تصوير فيلم بلبيكشن تارنتينو أعطى سيارته لجون ترافولتا علشان يصور فيها بعض المشاهد السيارة الحمرة انتم عارفينها المهم يا حبيبي أثناء إنتاج الفيلم وخلصوا كذا تصوير وما نعرف إيش ووقفوا السيارة كذا في مكان ما والسيارة إيش انسرق الكلام هذا متى سنة 1994 تارنتينو بلغ على السيارة ونسي الموضوع آسلا خلاص السيارة راحت مع أنه كان مرة يحبها بس السيارة راحت إلى 2013 بعد ذيك السنين كلها جاء لتارنتينو بلغ قال له لقينا سيارتك كيف قال والله لقينا سيارتك كيف لقيتوا سيارتي أبويا ضائعة من سنين الله قال والله لقيناها لقينا ثنين أطفال أو ثنين مراهقين قاعدين يشلحوها ويحاول يسرقوها ولما وصلنا عند السيارة لقينا رقم الهيكل معدل وبعد البحث والتدقيق اكتشفنا أنه هذه سيارتك اللي بلغت عليها في سنة 1992 حاجة غريبة بس شفتوا كيف الحلال ما يضيع يا حلال الله ما يدري تارنتينو قال له خلوها واقفة محلة لا حد حد يكسيبوها تارنتينو يا جماعة عنده حب غريب لي أقدام الفتيح أقدام النسوان أقدام البنات يحب أقدام النسوان ولا يخجل أنه يصرح بهذه المعلومة أمام الناس ما يقولها بينه وبين نفسه ولا يقولها لناس قريبين منه لا يقولها للكل يا جماعة تروني أحب رجول البنات أحب رجول البنات مرة أمبسط لما أشوفها فتقريبا كل فيلم من أفلام تارنتينو راح تشوف بنت ايش مطلع رجلها حفيانة كذا إما مطلعتها من شباك أو حطتها على سيارة أو حطتها على كرسي لازم تشوف رجل واحدة حفيانة في فيلم من أفلام تارنتينو لازم بشكل أو بآخر بل أنه مرة كتب سيناريو الفيلم اسمه From Dusk Till Dawn ومثل برضه في هذاك الفيلم وكان معه جورج كلوني في هذاك الفيلم وهو يكتب السيناريو إيش راح كتب؟ كتب لنفسه مشهد المشهد هذا بتيجي سل محايك وتطلع فوق الطاولة وتحط رجلها في فمي وتصب ويسكي مدير تصب شراب يا جماعة الآدمي مرة متصالح مع هذه المعلومة وما عنده مشكلة أنه يصرح فيها قدامنا غريب ها؟ تارنتينو يا جماعة ترشح للأوسكار سبع مرات وفاز فيها مرتين مرة كأفضل مخرج عن فيلم بولب فكشن ولكن ما فاز فيها والثاني الأفضل سيناريو عن فيلم بولب فكشن وفاز فيها والترشيح الثالث لأفضل مخرج عن فيلم انجلوريوس باسترد بس برضو ما فاز فيها والرابعة برضو لنفس الفيلم انجلوريوس باسترد عن أفضل سيناريو بس برضو ما فاز فيها والخامسة لأفضل نص أصلي عن فيلم جانجو وفاز فيها والسادسة والسابعة والثامنة عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood لأفضل نص أصلي ولأفضل مخرج ولأفضل فيلم ولكن للأسف ما حالفوا الحظ ولا فاز بأي جائزة منها تارنتينو يا جماعة جاتوا فرص كثيرة لإخراج بعض الأعمال منها مسلسلات ومنها أفلام ولعل أهم عملين جاتوا ورفضها كان مسلسل وست وولد جولو اتش بي او قالوا له يا تارنتينو نبغاك تخرج مسلسل وست وورد في نص جاهز وعلوم زينة قال لهم Not my thing I don't do this We don't do this here أنه والله أتوقع لو أخرج وست وولد كان بيطلع حاجة حلوة من وراه صراحة وبرضو جاتوا فرصة زمان في التسعينات أنه يخرج فيلم من ان بلاك وبرضو رفض بدون أي سبب ما في ما أبغى أعلى ما أبغى مشي يمشي نتويا واسس موقع IMDb يا جماعة كول ندهم إنسان مرة حريص في التقييم لما يجي يقيم فيلم ما يقيمه على طول تابعوا مرة مرتين ثلاث بعدين يقيم إذا مرة مرة يتابعوا مرتين ما يقيم أي فيلم من أول مشاهدة مرة ولكن كول ندهم في مرة واحدة أعترف فيها يقول المرة الوحيدة المرة الوحيدة اللي خرجت فيها من السينما ورحت قيمت الفيلم بعد أول مشاهدة هي المرة اللي رحت تابعت فيها فيلم وانس ابونا تايم ان هوليوود لترنتينو ومباشرة دخلت على موقع IMDb وقيمته عشرة من عشرة وأنا وكثير من الناس قلنا إنه الفيلم هذا ما هو من أفضل أفلام ترنتينو ما زلت عند كلمتي صراحة ما هو أفضل أفلام ترنتينو ومرة حلو ومبسطت عليه بس عشرة من عشرة غريبة يندهم هذا وإنت مؤسس موقع IMDb والله صراحة تقييم ويخليك تفكر في الموضوع شكراً يبغانا نشوف الفيلم مرة ثانية يا جماعة ترنتينو يا جماعة مر في حياته بعلاقات كثيرة بعضها فشلت وبعضها ما بدأت أصلاً وبعضها كانت كده من بعيد لبعيد وحالياً هو متزوج من بنت اسمها دانيالا بيك وهي مغنية وعارضة أزياء إسرائيلية تعرف عليها سنة 2009 2009 كانوا أصدقاء 2017 بعد سنين طويلة صاروا يحبوا بعض اعترفوا بحبهم البعض وصاروا يروحوا ويجوا مع بعض و2018 ترنتينو تقدم لخطبتها وسافر معها إلى إسرائيل وتزوجوا هناك وسووا حفل كده زواج عائلي يعني مع شوية أصدقاء وشوية عائلة وتزوجوا ما زالوا إلى يوما هذا مرتبطين مع بعض ترنتينو يا جماعة دخل السجن ثلاث مرات مو لأنه عبيط ولا لأنه مجنون ولا لأنه قاعد يضرب الناس بل لأنه ما يدفع فلوس مواقف السيارات ولما ما يدفع فلوس مواقف السيارات ما هو عبط الآدم يمطفر في سنة من السنوات زمان يعني قبل ما يدخل عالم التمثيل وفي ذيك الأيام أيام مشرطة الفيديو والسينما الإباحية كان مرة مفلس وضعه مرة سيئة يعني ما كان عنده فلوس كان يوقف السيارة هو عارف أنه غلط يا رب أرجع قبل ما يجي العسكري بروح بسرعة وأرجع ولكن للأسف ثلاث مرات تم إيقافه بسبب أنه ما كان يدفع قيمة تذاكر الوقوف أو المواقف والثلاث مرات هذه كراح للمحكمة ومن المحكمة دخل السجن طبعا يفترض أنها فترة عقوبة بسيطة ولكنه دخل السجن وقال ترنتينو وأنه ذيك الأيام فعلا يا جماعة كنت مفلس مطفر يعني أبسط الأشياء ما كنت أقدر أشتريها يدوبك ميزانيتي كانت مرة محدودة شافينا المطفر هذا اليوم تقدر ثروته بحوالي 120 مليون دولار أمريكي مين كان يصدق شخص ما تعلم ولا درس وتعلم الإخراج والكتابة من خلال مشاهدة الكثير من الأفلام فقط واليوم ثروته تقدر ب120 مليون دولار والله إنك فخر عظيم يا ترنتينو يعني المفروضة راح يتعلم منك الكثير صراحة ترنتينو قال إنه راح يعتزل الإخراج بعد ما يخرج وينهي فيلمه العاشر ورح يترك هوليوود تماما وبيتوجه إلى كتابة الروايات والقصص ومن هذا الكلام سألو قالوا طيب ما تخاف على الجمهور على المعجبين يزعلوا ترى الناس زعلانا عليك الناس زعلانينك بتروح يعني وبتعتزل ترنتينو صراحة رد عليهم رد مرة قوي قال لهم شوفوا يا جماعة يزعلوا مني الحين وأنا يعني سمعتي ما زالت لطيفة في عيونهم وأفلامي كلها حلوة اللي شافوها أفضل من أنهم يزعلوا مني بعد كم سنة ويشوفوا مني أفلام رخيصة أنا أعتزل من الحين يزعلوا وبعد فترة يتفهموا أحسن من أني أعتزل بعد كم سنة ويشوفوا مني أفلام خايصة ويرجعوا يسبوا ويلعنوا خيري السؤال الآن هل ترنتينو أخرج العشرة أفلام ولا لسه وبس والله إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو أنت إيش رأيك عزيزي الوجيه هل تشوف أنه قرار ترنتينو في الاعتزال وترك عالم الإخراج السينمائي قرار ممتاز وهل حجته وعذره مناسبين وإلا المفروض أنه يستمر وحتى لو انتهى بشكل سيء إيش المشكلة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول ولهم من هذا كله واضغطوا على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو طبعا علشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم